موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم عقدت لجنة الأمنية في محافظة لحج اجتماعا لها برئاسة المحافظ محافظة المحافظة وركن أحمد عبدالله تركي رئيس اللجنة وبحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة وركن فضل حسن العمري والقيادات العسكرية والأمنية وفي بداية الاجتماع أشهدت اللجنة بالوضع الأمني في المحافظة داعية الأجهزة الأمنية إلى مضاعفة جهودية في سبيل الحفاظ على السكينة والصون الممتلكات العامة والخاصة ومنع ظاهرة حمل السلاح والسطو على أراضي الدولة وإطلاق النار في الأعراس ومصادرة الأسلحة غير المرخصة وحجز السيارات غير المرقمة ودع المحافظة تركيا قادة الأمن والألوية العسكرية إلى تنسيق المباشر مع اللجنة الأمنية في محافظة عدن في كل القضايا الأمنية نظرا لتشابك المصالح الأمنية بين المحافظتين وقررت اللجنة منع تجوال الأطقم الأمنية والعسكرية في الشوارع والأماكن العامة إلا لمهمة أمنية فقط وكلفت اللجنة مكتب الإعلام والأجهزة الإعلامية المختلفة القيامة بتنفيذ حملة إعلامية توعوية واسعة تسبق الإعلان عن موعد الحملة الأمنية اطلع وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اطلع على استعدادات فرع وكالة تنمية المشاهدة الصغيرة والأصغر بحضر موت التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء بجراء المسح الأساسي لمشروع الطوارئ لدعم الاستمرارية الأعمال الخاص بدعم من مربيات الثروة الحيوانية بالمحافظة وتعرف الوكيل التميمي خلال لقائه أعضاء فريق المسح بأن المشروع يهدف إلى تحسين سبول عيش الأسر المتضررة من خلال خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي حيث صمم لاستداف مربيات الثروة الحيوانية الأكثر ضعفا والمستمرات في ممارسة النشاط في 13 مدرية بحضر موت من أصل 40 مدرية في 6 محافظات وأعرب التميمي عن استعداد السلطة المحلية تقديم كافة تسهيلات ممكنة لإنجاح المشروع بما يسلم في تحسين التغذية والأمن الغذائي إلى جانب زيادة الدخل لمربيات الثروة الحيوانية عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضر موت ندوة توعوية بعنوان المجتمع ومسؤولية الجميع نظمها مكتب الأوقاف الإرشاد بالوادي والصحراء بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي أكد على أهمية التوعية من خطورة تعاطي المخدرات والأضرار التي تخلفها من ظواهر سلبية على المجتمع مشددا على ضررة تكاتف المجتمع بكل مكوناته لمحاربة كافة الظواهر التي تهدد أمنى واستقرار بلادنا وتكثيف البرامج التوعوية إلى ذلك نواه مدير مكتب الأوقاف الإرشاد بوادي حضر موت والصحراء محمد بلفاس أكد بأن المكتب يولي المجال التعوي أهمية كبيرة في مختلف القضاء المجتمعية لافتا بأن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع نظمت مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية بالشراكة مع برامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز التنفيذي للتعامل مع للغام محور حضر موت والشبوة والمهرة وسقطر بالمكلة ورشة عمل حول تعزيز الأمن والحماية بمشاركة قيادات السلطة المحلية واللجان المجتمعية في مدريتي الشحر وغير باوزير وعادد من الجهات ذات العلاقة وفي افتتاح الورشة التي أكد وكيل المحافظة لشؤون الأمن والدفاع صالح الأحمدي أكد بأن الورشة تهدف لتوضيح المخاطر حول الألغام وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية في الحفاظ على الأمن وحماية وسلامة المجتمع بدوره أشار منسق الورشة المهندس عوض بن هامل إلى أن الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز الأمن والحماية الذي ينفذ في محافظتي حضر موت وتعز على مدى خمسة أشهر ويهدف إلى إنشاء شبكة مجتمعية غير رسمية تشارك بالمعرفة وتبادل الخبرات حول مخاطر الألغام ومخلفات الحروب ودعم قضايا السلام المجتمعية واستعرضت الورشة أوراق عمل حول الآليات الفاعلة للاتصال والتواصل لتنسيق بين الجان المجتمعية في الأحياء والسلطات المحلية بالمدريات وتحديد الوسائل الإعلامية المؤثرة التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي بالإضافة إلى القضايا والمخاوف الأمنية لدى المجتمع المحلي وكيفية معالجتها ناقش وكول محافظة الشبو عبدالقوي الأمروق مع مدير عام مؤسسة تلمياه المهندس سالم صوبان مختلف الأوضاع الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسة وأتطرق اللقاء الذي حضره وكول المحافظة المساعد علي الكندي إلى قضايا الصرف الصحي بمدينة عتق والمعالجات المناسبة لسيطرة على ظاهرة طفح المجاري في عدد من شوارع المدينة وكيفية تعزيز القدرات الفنية والبشرية لإدارتها وتمكينها من القيام بواجباتها الخدمية المطروبة وشدد الوكيل الأمروق على مواصلة وتعزيز مسيرة إصلاحية في كافة اليوانب مثنيا على التحسن الملحوظ في عملية تغذية المدينة بالمياه مؤكدا على دورات العمل على تحديث البنية الأساسية لمشروع مياه المدينة واستكمال تجديد الشبكات الداخلية للمياه بما يضمن وصولها لكافة الأحياء السكنية وحث المواطنين على دورة دفع المستحقات والمتأخرات المالية للمؤسسة وجه الأمروق بالجلوس المشترك لقيادتي مؤسستي الكهرباء والمياه وذلك للاتفاق على الألية المناسبة لتزويد حقل الشبكة الرئيس للمياه باحتياجاته من التيار الكهربائي وحل إشكالية الزواجية الصلاحيات بين إدارتي الصرف بالمؤسسة ومكتب الأشغال العامة بمدرية عتق كرم المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضر موت العميد مبارك أحمد العبثاني في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت كرم إدارة وجنود الأمن والشرطة بمدرية سيئون على جهدها في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المدينة وضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك أثناء زيارة التفقدية إلى مقر المديرية للاطلاع على الخدمات التي يقدمها للمواطنين على مدار الساعة واستمع العميد العبثاني من مدير أمن المديرية المقدم ركن رياض العجماء على إجمالي البلاغات الواردة التي وصلت للمديرية من المواطنين وطرق التعامل معها خلال الفترة الماضية إلى جانب القيام بحملات أمنية متعددة لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وحيى العميد العبثاني جهود أمني سيئون والجنود داعيا إلى بدل المزيد من الجهد إلى القضاء على الاختلالات وبسط الأمن بشكل كلي على المديرية حاثا على التعاون مع المواطنين بشكل مستمر وفرض النظام والقانون على جميع أفراد المجتمع دون استثناء أقرى اجتماع أمني في محافظة المهرة برئاسة مدير عام أمن وشرطة المهرة العميد مفتي سهيل تأسيس وتتشين الأشطة الرياضية في جميع الوحدات الأمنية في المحافظة وأكد مدير عام أمن وشرطة المهرة أن تتشين الأشطة الرياضية في كافة الوحدات الأمنية يأتي حرصا على صقل مواهب الجنود والضباط في الجوانب الرياضية وأقرى الاجتماع تأسيس فرق رياضية بمختلف الألعاب وانطلاق دور الرياضي في كل الوحدات الأمنية دشينا في مستشفى ابن خلدون في الحوطة بمحافظة لحجة الاجتماع التنشيطي للمعلمين والمعلمات والعاملين الصحيين بالمشروع الوقعي من فقرة دم بين سن عشر إلى تس عشرة سنة الذي انطلق في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي بدعم من اليونسف وتنفيذ مؤسسة ضوء للتنمية وفي التسجين أكد مدير عام الصحة العام والسكان بالمحافظة دكتور عارف عياش أكد أهمية وعي المجتمع بمرض فقر الدم ومشاكله والأضرار الصحية الناجمة عنه والدفع بأبنائه وبناته إلى تناول المكملات الغذائية لما له من أهمية وتأثير على النمو الصحة فيما أشهد مدير عام مدرية التربية والتعليم بالمحافظة فامي بجاش أشهد بشراكة مكتب التربية مع مكتب الصحة العامة بتنفيذ المشروع مؤكدا أن مكتب التربية بالمحافظة سيعملون على استمرارية البرامج ونجاح من جانبها أوضحت الضابط المشروع بمؤسسة ضوء للتنمية عيد الصديق بأن الهدف من الاجتماع التنشطي للقائمين عليه ميدانيا من المعلمين والصحيين إنما هو بمثابة استعادة المعلومات السابقة حول مشروع فقر الدم إضافة إلى وضع حلول للمعوقات التي واجهت الفريق الميداني أثناء تأدية العمل السواء على صعيد المدرسة والأسرة والمجتمع كما يهدف اللقاء إلى وضع مقترحات لتحسين البرامج اختتم مكتب إعلام محافظة لحج المقابلة الشخصية لإعلامي المحافظة المتقدمين لبرامج التأهيل الإعلامي الذي تقيمه منظمة الأرضية المشاركة ضمن برامج المرأة والسلام حيث أجرت لجنة المقابلة الشخصية للتعرف على قدرات الإعلاميين والإعلاميات المتقدمين والمتقدمات للبرامج من مدريات لحج الذي شاملهم للسهداف حيث تقدم أكثر من خمسين إعلاميا من محافظة لحج دخلوا في تقييم المحتوى الإعلامي والمنتاج والتصميم والرسمة كتابة السينايرو يذكر أن مشروع المرأة والسلام بمنظمة البحث عن أرضية مشتركة استدفى محافظات تعز أبيان و لحج لبناء قدرات الكادر الإعلامي وإكسابهم المهارات المهنية في مجال الإعلام وبناء السلام أتلفت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة كميات كبيرة من القاتل التي تم ضبطها أثناء محاولات تهريبها إلى سلطنة عمان وأوضح نائب مدير أمن المهرة مدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت أكد أنه تم تحرير محضر بحضور النيابة العامة بالمضبوطات التي تم حرقها مشيرا إلى أن عملية الضبط تمت بعد تحرر ورصد دقيق لرجال الأمن وضبط كميات القاتل وتحرير محضر بها بعد حصرها وتقدير قيمتها وشدد نائب مدير أمن المهرة أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتهريب هذه المواد كون دول الجوار تصنف القاتل من المواد المخدرة والممنوعة أبرمت السلطة المحلية بمدرية المنصورة بمحافظة عدن مع المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي بالمحافظة اتفاقية لتنفيذ مشروع تقوية ضخ المياه في مخطط الكثير بكلفة مالية بلغت 16.280.000 ريال حيث وقع الاتفاقية من جانب السلطة المحلية بمدرية المنصورة مدير عام المديري أحمد علي الداودي ومن جانب المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي بعدن مدير عام المؤسسة المهندس محمد بن محمد باخبيرة وعقب التوقيع أكد داودي أهمية الاتفاقية في تنفيذ هذا المشروع الخدمي الذي سيسهم في استقرار وضخ مياه الشرب النقية لتلك البلوكات بمخطط الكثير بعد معاناة طويلة من ضعفها وانقطاعاتها المتكررة من جانبه أشهد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي بالمحافظة بدور قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة وجهودها في النهوض وتحسين الخدمات الأساسية لأهالي المديرية داعيا المواطنين إلى تززيد فواتير السلاك المياه حتى تتمكن المؤسسة من القيام بأعمالها وضمان السمرارية توفير الخدمة عقد الاجتماع المؤسس للفنيين والمهندسين بمديريات زونجبار وخنفر ولودر برئاسة مدير عام الشؤون الفنية بالمحافظة المهندس مختار الشدادي وبحضور مستشار المحافظة لشؤون الاستثمار عبد الناصر اليزيدي ومدير عام مكتب المحافظة سليمان الوكود وقف الاجتماع أمام تدخلات مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة في عدد من القطاعات في المديريات الثلاث ومن خلال الإشراف وتقييم التدخلات أكد الشدادي على همية مواصلة عملية الإشراف المتابعة من النواحي الفنية لسير تنفيذ المشاريع وجملة التداخلات التي تتم في المديريات المذكورة وفقا للأنظمة الفنية والهندسية ومعايير الجودة مشيدا بدعم ورعاة المحافظة بعمل نشاط الإدارة الفنية في مختلف الجوانب كما أكدت كلمة السلطة المحلية التي ألقاها سليمان الوكود أكدت أهمية تقييم مجمل التدخلات الجارية في المحافظة مشيدا بمؤسسة البحث عن أرضية مشتركة التي تسهم في تنفيذ تدخلات عديدة في مختلف مديريات المحافظة لافتا إلى ضرات أخذ المقاييس الفنية والهندسية المطلوبة لاستكمال أطورها الفنية بما يسهم في الارتقاء بمستوية كل تدخلات وبما يعود بالنفع الكبير على تجمعات سكانية في المديريات المستهدفة وزعت السلطة المحلية بمديرية العبر بمحافظة حضر موت 2430 حقيبة صحية للنازحين في الخيام وسط صحراء المديرية والمجتمع المضيف ضمن مشروع الاستجابة الطارية للنازحين وتحتوي الحقائب الممولة من منظمة اليونسف وتنفيذ التلاف الخير للإغاثة الإنسانية باليمان على مواد الصحية وأواني منزلية لتخزين المياه إلى جانب مواد تحقيم صحية أخرى وثمن مدير عام مديرات العبر السالم مباركة الصيعري أشهد بتدخلات منظمة المجتمع المدني والمنظمات الدولية لخدمة النازحين والاهتمام بهم في شتى المجالات لافتا إلى احتياجات النازحين في المديرية وأكدت صيعر استمرارية السلطة المحلية في تقديم كافة أوجه الدعم والتسليلات للنظمات الدولية المانحة والمحلية للعمل على تخفيف معاناة النازحين الساكنين بالخيام وسط الصحراء الخبر الأخير التقى مندير عام مكتب الشباب الرياضة أيمن المخلافي التقى برؤساء فروع الاتحادات الرياضية وأندية المحافظة لمناقشة خطة تدشين النشاط الرياضي والشباب في تعز بعد فترة توقف بسبب تداعيات وباء كورونا وناقش اللقاء برامج السنافة النشاط الرياضي على مستوى العام الرياضية المختلفة بناء على تعميم وزارة الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي والشباب بعد قرار سابق بإيقاف الأنشطة الرياضية نتيجة انتشار وباء كورونا وأقر لقاء السنافة الأنشطة الرياضية في محافظة تعز بدءا من يوليو القادم بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية أكد المخلافي على همية الاهتمام بتفعيل الأنشطة الرياضية والشبابية في المحافظة بناء على توجيهة وزارة الشباب والرياضة ومحافظ المحافظة بتوفير كافة الاحتياجات لتدشين النشاط الرياضي وتأهيل المرافق الرياضية ومقرات الاتحادات والأندياء نهاية الأخبار المحلية شكرا لطيب ومتابعاتكم اشتركوا في القناة